بسم الله الرحمن الرحيم هو النهاردة كم في الشهر؟ بقي كم يوم على عشرين اتنين؟ هو أنا عملت إيه؟ طيب الأهم أنا هعمل إيه؟ تعال أقولك أنت ممكن تعمل حاجات كتير في الوقت الباقي وما بعده كمان ومن ضمن الحاجات دي أنك تتعلم مهارة جديدة إحنا كباني قدمين محتاجين نغير المود والروتين اليومي ونعمل حاجة جديدة نكسر بها الملأ وفي نفس الوقت نتعلم حاجة تفيدنا ونعرف نفيد بها اللي حوالينا خاصة أننا محبوسين في البيت بقلنا كتير كورس الإسعافات الأولية اللي بتقدمه أسرة نجاح بدون جشع بالتعاون مع التحاب جامعة بنها هيكون فرصة ممتازة عشان تعرف كل أساسيات الإسعافات اللي ممكن تساعد بها مريض أو شخص عزيز عليك حصله موقف طارق أو شخص في الشارع تكون أنت سواف إنقاذ حياته وكل ده بأسلوب مبسط وطريقة سهلة جدا نيجي بقى للسؤال المهم هل الكورس ده مفيد؟ مفيد جدا طبعا مفيد ليك في حياتك اليومية مفيد ليك أطالب في كلية طبية وخاصة في السنوات الأولى اللي كلنا بنكون فيها مش عارفين أي حاجة في أي حاجة وللأسف المجتمع المحيط بينظر لنا نظرة كده اللي هو أنت هتقدر تعملي عملية جراحية دلوقتي حالا مفيد كمان لأي حد بره المجال الطبي لأنه هيساعده جدا في التعامل مع أي موقف طارق ممكن يصيب حد قريب منه أو أهله في البيت أو حتى حد ما يعرفوش في الشارع وكلنا معرضين الموقف اللي زي كده كتير نيجي لتاني سؤال مهم هنتعلم إيه في الكورس ده هنتعلم نقيس الضغط والسكر وإزاي ندي حقن هنعرف إزاي نتعامل مع الجروح والحروق والكسور وإزاي نتصرف مع شخص فاقد الوعي هنتكلم كمان عن الإنعاش القلبي الرئوي وفي ظل الظروف اللي احنا فيها دي مش هننسى نتكلم عن معلومات جديدة ومختلفة عن كورونا وإزاي ناخد احتياطاتنا ونتعامل إزاي لو حد مننا أو من أهلنا تصاب لا قدر الله وغيرها حاجات تانية كتير كمان الكورس سهولته إنه أونلاين وإنت هتبقى مستريح في البيت وبنتابع معاك بساشنزة تفاعلية وكويزات أول بأول أهم حاجة إننا مش هنعمل أي لود عليكم ولا هننزل الفيديوهات في وقت عندكم فيه امتحانات بالعكس هنراعي جدا إن الفيديوهات تنزل في وقت مش مضغوطين فيه ومش هنشغلكم أبدا عن المذاكرة ومش هنقتصر على فيديوهات الإسعافات بس لا هيبقى فيه فيديوهات وبستات توعية مختلفة هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو مستنينكم تتابعوا معانا دمتم سالمين